هل المشكلة عند اللعيبة على سبيل المثال هما دايما نستسهل جملة ان اللعيبة معندها شروح خلينا نتفق على حاجة ان قبل المباراة دي كان فيه جملة صادمة جدا وواقعية جدا قالها جاري نيفل واحد من ايقونات منشستر النايتد ومن نجوم النادي ومن المحللين الشهيرين في انجلترا وفي شبكة سكاي سبورتس الانجليزية جاري نيفل اتسأل قبل الماتش ايه حزوز منشستر النايتد انه يكسب النهاردة ليفر بول قالهم اثنين في المية قال قدمك جملة صادمة بس جملة حقيقية جدا المشكلة عندي مش هنا خالص اي بني ادم طبيعي قبل المباراة دي هتسأله مين اللي هيكسب هيقولك اكيد ليفر بول اي بني ادم طبيعي يعرف ان ليفر بول في وضع احسن مئة مرة من منشستر النايتد بس الغريب ويمكن المعلومة اللي الناس كتير مش منتبهة لها والحاجة الكتير اللي الناس مش مركزة معاها ان منشستر النايتد من ساعة مايورجان كلوب وصل منشستر النايتد اشترى ستة وعشرين لعيب وصرف تسعمية اتنين وعشرين مليون تمام؟ منشستر النايتد صرف تسعمية اتنين وعشرين مليون وجاب ستة وعشرين لعيب في نفس الزمن اللي كان يورجان كلوب موجود فيه في ليفر بول ليفر بول جاب عشرين لعيب وصرف ستمية واثنين مليون يعني منشستر النايتد اشترى لعيبة اكتر من ليفر بول في الفترة بتاعت يورجان كلوب احنا هنبتدي السبق من انه هنقول مثلا ان يورجان كلوب ابتده في ليفر بول منشستر النايتد من هنا هنبتدي نقيس هو عمل ايه؟ فتخيل ان منشستر اشترى لعيبة اكتر من ليفر بول ومنشستر صرف فلوس اكتر من ليفر بول وفي الاخر ليفر بول بيعمل وان سايت جيم على منشستر النايتد بممتهى الاريحية الاسكور كان ممكن يوصل للرقم اللي ليفر بول عايزه اللعيبة بتاعت ليفر بول كانت هي اللي ما بنسبالها المباراة نهايتها مسألة وقت ومنشستر النايتد لعيبة منشستر النايتد بتجر رجليها في الملعب عايزة الحكم يسفر وخلاص لانها عارفة ان مفيش اصلا مقارن ومفيش اصلا قياس ومفيش اصلا مباراة الرقم ده بيبين لك المشكلة الحقيقية حقيقة ان ليفر بول صرف اقل من يونيتد وجاب عدد لعيبة اقل من يونيتد لانك لما تبص على مينة اللي بيشتري اللعيبة والطريقة اللي اشترى بيها ليفر بول اللعيبة خياسا بمانشستر النايتد هتفهم المعضلة جاية منين يورجن كلوب على سبيل المثال جاي ابن النادي فمدير فني بيلعب كورة بتعتمد على الضغط العالي فالضغط العالي عايز لعيبة سريعة قوية وعندها القدرة على انتزاع الكورة في مكانها فبالنسباله واحد زي محمد صلاح هو ده اللعب المثالي انا اشتري محمد صلاح وانا امغمض عناية محمد صلاح لو بيلعب في وينجر فاربعة اتنين تلاتة واحد وكلنا عارفين الازمة دي مع منتخب مصر مثلا كان كان بيبقى ملزم بأدوار دفاعية كتير لانه لازم يرد ويدافع مع الظهير ومحمد صلاح ما كانش احسن حد بيدافع فانت لو انت بتلعب كورة زي بتاعت مورينيو مثلا واشتريت محمد صلاح ربما لا ينجح علشان كده يورجان كلوب هو بيشتري محمد صلاح هو عارف هو بيشتري مين طيب روبرتسون خبالك ان انت منشستر حاول يخترع بان هو اشترى لوكشو واشترى دارميان يعني يجرب المدرسة بتاعت الانجليز ويجرب المدرسة بتاعت الظهير الايطالي ويجرب بعد كده ان هو يوظف جناح في مركز الظهير انتونيو فالنسيا منشستر نايت جرب انه يشتري وان بساكا اللعب القوي بدنيا منشستر نايت جرب انه يشتري ديجو دالوه كان واحد من دول نجح في المقابل ليفر بول استصمر يورجان كلوب في ناشئ اسمه ارنولد وقتاها الناس كلها مكادش مقتنع انه هيكون الظهير الايمن الجيد ليفر بول وحاليا وظهير الايمن الافضل في العالم لان هو عارف هو بيعمل ايه يورجان كلوب واشترى لاعب محدش يعرف عنه حاجة ب10 مليون استرليني اسمه اندي روبرتسون الاتنين دول دلوقتي هما الظهير الايمن الافضل في العالم وظهير الايسر الافضل في العالم تقريبا او من افضل لو مش هنقول الافضل يعني يورجان كلوب عارف هو بيشتري مين وبيعمل ايه منشستر النايت بالناحية التانية هو مش عارف هو بيعمل ايه لان ليفر بول لما جيه يشتري اشترى بناء على خطة لعب واضحة وفلسفة لعب واضحة لليفر بول يورجان كلوب عنده فلسفة واضحة فعشانها النادي كله بيشتغل انا عايز ظهير طاير عايز ظهير كورتو عالية عايز تلاتة اجنحة يكونوا قادرين على ان هما يلعبوا في العمق بشكل جيد طيب النادي بعد كده مع يورجان كلوب المجموعة دي من اللعيبة باتدي تحقق بطولات وابتدي تتحفظ خلينا نتفرج يورجان كلوب تصرف ازاي لما ابتدى يحس ان لازم احرر محمد صلاح اكتر وحرر سادي ومني اكتر وقوي المنظومة الهجومية بتاعتي عشان احرر محمد صلاح ابتدى يفكر في انه طب ما تيجي ناخد فكرة من الافكار الشهيرة في الكورة اللي اسمها انفرتت فولباك الظهير الايمن العكسي اللي هو اللي بيلعب للعمق ما بيلعبش على الطرف علشان لما ارنولد مثلا يدخل للعمق يعمل كسافة عددية اكتر تندي فرصة لمحمد صلاح يتحول مهاجم بشكل افضل احنا عايزين نحافظ على الكورة الفترات اطول عشان ما يديش علينا هجمات اكتر وعايزين ليه لان احنا لو اعتمدنا على اننا بندغط عالي فالفرق ابتدت تواجهنا بدفاع متكتل طيب ما بقاش ينفع بس نضغط عالي لازم كمان نعرف نأمن نفسنا في الدفاع طيب العبتي ما بتعافش الدافع صلاح وساديو ماني مش احسن ناس تدافع اعمل ايه بقى احتفز بالكورة اكتر طيب احتفز بالكورة اكتر ازاي تعالى نخلي ارنولد يدخل للعمق هندرسون يفتح الملعب على اليمين فيدي مساحة لصلاح انه يتحول كمهاجم فاستفيد من صلاح وافجر قدراته واحتفز بالكورة اكتر طيب ما ده معناها ان صلاح واخد حرية اوي فلازم ساديو ماني ينوب عنه في الدفاع وان عايز احرر ساديو مانيه طب ما تيجي نحط ساديو مانيه راس حربة ونشتري لعب زي دياز يلعب هو وينج ينوب هو عن الجميع في الادوار دي او دياجو جوتا ينوب هو عنهم في الدفاع وساديو مانيه ياخد الحرية فيبقى ساديو مانيه عنده الحرية محمد صلاح عنده الحرية مدرب طول الوقت بيتطور من افكاره يورجان كلوب اول سنة مع ليفربول غير تاني سنة غير تالت سنة غير ربع سنة عشان كده ليفربول النهاردة هو احسن فريق في العالم هو منشستر سيتي بلا جدال وبلا شك دول اقوى منظومتين في العالم لانه متبانوا بنفس الطريقة فلسفة مدير فني بيقودها نادي بيخدم كل الفلسفة بتاع المدير الفني ده